وكمان عندي قضية مهمة معلومة مؤكدة من الحاجات الجيدة لللجنة الخماسية اللي ما بتعجبش رئيس اللجنة الوحدية هي موضوع الكرة الموحدة وموضوع لبس الحكام واحنا كنا عملنا لبس الحكام قبل كده من فضل الله لكن المرة دي الناس جابت لبس لبس حكام من ألمانيا من الشركة الأم أو من أي دولة اللي بيجيبوا منها نفترض ألمانيا اللبس عبارة هما يقولوا 300 طقم هما مش 300 طقم هما أكتر لأنه كل حكام ليه 3 طقم 3 ألوان غير اللي سود عنده أظن الأصفر والأحمر والأخضر تقريبا ومعه ترينج سوت ومعه بعض المستلزمات ده الكل حكام اضرب في 300 الحاجات دي موجودة بقالها حوالي أسبوع أو عشر تيام في المطار ومعهم 2000 كورة موحدة حاجة ممتازة كل نادي بياخد مية كورة هما خدوا من نادي السنة اللي فات الكورة استهلكت لأن انت بتنزلها في التمرين وبتنزلها في المباراة وفي المباراة الواحدة بتروح بعشر كور هل انت مستني لما الكورة استهلك بقى انت يجي تقول لأنا هعمل ايه مع الكورة خلاص كل نادي يلعب بكورته ما هو أصدر ده ما فوش عيب بالعكس ده في حاجة كويسة ليه من الحاجة كويسة نقول له برافو هايل هنكمل في ده لا ما كنتش كويس هنشيل ده انت حر لأن احنا لسه قدامنا كلام كتير بعد كده في موضوع اللايحة ورغبة الجمالة الممينة أرجو انه يتم التحرك في موضوع انه اللبس بتاعة سادة الحكام يخرج من المطار وانه الكورة الموحدة تخلص اجراءاتها مع اجراءات اللبس وتخرج يا كمان المطار وتروح القصة سواء للأندية او للحكام عشان يبقى شكلنا حل مش كده ولا ايه